وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي شهر رمضان شهر الدعا اجتهدوا في الدعا لأنفسكم ولأمتكم ومجتمعكم ووطنكم وولاة أمركم وأسركم والمسلمين جميعا شروط وجهب الصيام خمسة هل يجب الصيام على كل واحد؟ لا أولا الإسلام فلا يجزئ من الكافر في ناس غير المسلمين تلقاه يصوم يصوم رياضة يصوم حمية هذا ما له أجر لأنه لابد فيه من إسلام وعقيدة ونية اثنين البلوغ من شروط الصيام البلوغ والبلوغ معروفة يعني علاماته إما ببلوغ خمس عشرة سنة أو بالاحتلام أو بالإنبات أو بحيظ المرأة أو نفاسها متى ما تحققت أحد هذه العلامات وجب الصيام الصغير هل يجب عليه الصيام؟ لا يجب لكنه يدرب عليه وله إن شاء الله أجر ولوالديه أجر ولهذا كان السلف رحمهم الله يربون أبنائهم على الصيام نحن نشوف أبنائنا اليوم إذا شافوا هم صايمين يصوم معهم ولله الحمد ولهذا الصيام مدرسة تربوية عظيمة لجميع المسلمين صغارا كانوا أو كبارا شرط الثالث العقل المجنون ما يجب عليه الصيام طيب في ناس عندهم عدم إفاقة يعني الله يكافينا ويعافينا والمسلمين جه جلطة بس العقل غير موجود هذا أيضا لا يجب عليه الصيام الحمد لله نقول لأوليائه إن كان مرضا يرجى برؤه يعني يمكن إن شاء الله يفيق عقل رمضان فهو يخفي وإن كان لا يستطيع الإفاقة بقرار الأطباء أو طبيب أو اثنين عادلين مسلمين يكفي فيعدل أبنائه إلى الإطعام عنه يخرجون عن كل يوم إطعام مسكي إما نفر يروح بالمطعم ونفر رز ويحط عليه لحمة أو دجاجة والحمد لله عن ثلاثين يوم في أول يوم أو في آخر يوم أو في كل يوم بحاسبه وهذا أمر سهل إما جاهز يعني مطبوخ أو لي اللي هو مد من البركيل وين ونصف عن المريض أو عن الشيخ والذي لا يستطيع أما المسافر فالسفر إذا سافر المسلم النبي عليه الصلاة والسلام هديه في السفر كان مع أصحابه لا يلزمه اللي يحب يصوم يصوم لأن الناس قدرات اللي يشق عليه الصيام لا يصوم يختلف الوضع أحيانا سفر يتطلب مشقة ولا سفر في مثلا في نوع جهاد أو يعني إجهاد للنفس فالشرع لا يكلفك ولهذا ليس من البر الصيام في السفر لا تعنت نفسك في السفر والدين يسر ولهذا ترى جاءت آيات اليسر في ثنايا الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وجاءت آيات القرآن في الصيام يعني اقرأوا القرآن وأنتم صائمين ركزوا في رمضان على قراءة القرآن ولهذا شرعت التراويح وشرعت تهجد والقيام في رمضان والدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء شهر رمضان شهر الدعاء اجتهدوا في الدعاء لأنفسكم ولأمتكم ومجتمعكم ووطنكم وولاة أمركم وأسركم والمسلمين جميعا فهذه فرص عظيمة نعود إلى الشروط الشرط الرابع القدرة القدرة والطاقة لهذا المريض لا يجب عليه الصيام واللي يسافر ويشق عليه الصيام كذلك لا يصمم هذا هو الأفضل لكن متى يبدأ المسافر في الإفطار نقول إذا بدأ السفر فلا يصمم في الحظر لأنه قد يعدل عن سفره والعلماء مختلفون في مسافة السفر والصحيح من أقوالها للعلم أنها لم تحدد لم تحدد بمسافة ذكروا يعني جمهور أهل الإلم على أنها ثمانون كيلا لكن القول الذي رجحه المحققون ومنهم شيخ الإسلام رحيم الله أنه متى منى وسفر وجاوز البنيان جاوز عمران المدينة والبلد فيعتبر مسافرا فيأخذ برخص السفر نعم الشرط الرابع أو الخامس عدم المانع وهذا عند المرأة أو حتى عند الرجل مانع المرض المرأة يجيها معنى الحيض والنفاس لا يجوز لها أن تصوم وتخفي وإن كانت أيضا حاملا أو مرضعا يجوز لها الفطر وإذا كانت حاملا يجب عليها القوة وإذا كانت مرضعا يجب عليها مع القضاء الفدية عن كل يوم مسكين هذه شروط وجوب الصيام الخمسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر